ما هو هدفهم؟ أنت تقول بأن الديمقراطيين يدركون ما يفعلون. ما هو هدفهم؟ الانتخابات الأمريكية في تجديد النصفية. ربما ذلك لأن بايدن نسبته في الاستبيانات الأخيرة وصلت إلى 40%. أيضاً الحفاظ على الاستراتيجيات الأمريكية من مبدأ عالم أحادي القطبية. لن يسمحوا للصين أو روسيا في الوقت الحاضر بأن يكونوا متنافسين على أحادي العالم. بس معقول الآن أستاذ صفوان من أجل هدف انتخابي يتم اللعب بالنار مع الصين بهذه الدرجة. ورئيس الصيني تحدث صراحة مع الرئيس الأمريكي حول موضوع اللعب بالنار ومن سيحترق بها. من يلعب بالنار سيحترق بها. الحقيقة المتعارفة عليه أن السياسة القارجية للغاية المتحدة الأمريكية هي دائماً امتداد السياسة الداخلية. ولكن بهذه النقطة بالذات ما في مكاسب ملحوظة مثل ما أشرتوا أنتم إلا أنه كان الموضوع حرج والكسب غير مضمون. وكان ممكن أنه يطيح بالأمن الدولي مو بس بيطيح بانتخابات الجزئية للكونغرس الأمريكي. وبالتالي لا يمكن تحمل مثل هيك مخاطرة من أجل انتخابات. لا الموضوع أكبر من هيك بكتير الموضوع. له علاقة بشعور الصين من خلال دعمه الواضح والموسق لحرب روسيا على أوكرانيا. شعور الصين أنه الرد الضعيف اللي قام فيه المجتمع الحر. أوروبا والولايات المتحدة ضد روسيا وكتفوا بإجهاض المشروع الروسي من خلال مدن بالأطارة ببعض الأسلحة لا يظهر مدى هشاشة الجيش الروسي وهشاشة النظام الروسي. اكتشفوا أنه رح يأدي هذا إلى تعزيز النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة وليس نياره. لذلك قرروا أنه يضغطوا أكثر على الولايات المتحدة. أي تعزيز النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة.